اهلا بكم الفترة الاخيرة ظهرت مجموعة من الشباب بتعمل فيديوهات دايما على تيك توك وعلى بقية السوشيال ميديا وانا جاي حذرك من الفيديوهات دي خلي بالك ظهرت مجموعة من الشباب كانوا بيشتغلوا بيعرضوا ازياء يعني يطلع هو كل المحتوى اللي بيقدموا انه هو بيطلع يوريك الاوتفيت بتاعه هو لابس ايه وايه يليق على ايه المهم الفجأة الشباب دي غيرت اتجاهها تماما وبقت تطلع تروت لشوية افكار الافكار دي هي مش خطر على المجتمع لكن خطر على عقلك انت وهتوديك في دهية وخلي بالك علشان دفخ المعارضة بالفيديو ده انا جاي عرفك الفرق بين الشخص الناجح والشخص النص اهلا بكم معكم عاصم امام انتهينا في قناة ايه ماركتنج لوفرز قناة متخصصة في التسويق الالكتروني والربح من الانترنت لو انت اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد وهيا بنا نشوف من بعض المفاهيم اللي بيورا وجلها الشباب دي انك لازم تكون صاحب عمل وده شيء مش منطقي لان مش كلنا هنقدر نكون اصحاب بيزنس ربنا خلقنا كده في قدرات معينة وفي سكيلز معينة عندك او لو انت ناوي تكون عندك لازم تنميها وتبدأ من الصفر ايش حد بينق السلم مرة واحدة او بيطلع السلم مرة واحدة بعض الامثلة اللي استفزتني من فيديوهات الناس دي انهم قالوا ان احد مديرين التنفيذيين للشركات الكبرى وهو بينهي خدمته خدمه كافئة 5 مليون و 500 دولار في حين ان صاحب الشركة في نفس السنة كسب 5 مليار دولار او اكتر الارقام انا مش حافظها قوي لكن ما علينا هو كل الفكرة اللي بيقولها لك ان الراجل اللي اشتغل مدير تنفيذي للشركة الكبيرة دي وهو اللي عمل كل مجود ده وهو خارج خد 5 مليون دولار ودفع نصهم ضرائد في حين ان صاحب الشركة مدفعش ضرائد وبالتالي فهم بيدحكوا عليك ونظرية المؤامرة هنا شغالة بشكل جامد وانك لازم اتخلقت وتولدت علشان تكون صاحب الشركة بس تعال اقول لك ان هو هنا كدب نفسه بنفسه وعايز اقول لك هو ازاي بيدحك عليك اولا انت عارف ان احد الشركات الكبيرة دي قصة نجاحها كانت ازاي؟ ما تعرفش وهل انت عارف ان مؤسسة كبيرة زي كده عندها فروع كبيرة في كل دول العالم بل بالعكس في كل محافظة وكل زقاء في كل دول العالم دي الشركات دي ومنها يعني على سبيل المثال بيبسي وكواكولة فانت عارف لما واحد يكون بياخد خمسة مليار ربح وانت بتقول ان هو مدفعش ضرائد انت عارف ان هو عشان يدي المديري التنفيذي بتاعه بس الفرد واحد شغال في الشركة بس خمسة مليون دولار هو هيكسب ايه؟ وهيدي باقي الموظفين كام؟ انت سألت نفسك سؤال ان التشغيل او يعني وسائل التشغيل للبيزنس ده هتكلف قد ايه؟ انت مسألتش نفسك ايه ده؟ انت طالع بلبس مهندم وماسك موج ستاربكس انا مش عارف هو ليه موج ستاربكس بالنسبة لكو انا كده حد غني مع انه حاجة عادية جدا فهو طالع بيلمع لك نفسه بيوريك انك عشان تبقى غني تكون كده واحد تاني طالع بيقول انا لو معي 1000 دولار كل ومعنديش اي سكيلز وعايزة استثمر كل اللي انا هعمله هروح اشتري بدلة بالفلوس طب وبعد البدلة هتروح تقعد مع ناس اغناء طب وبعدين انت عندك ايه عشان تقدمه؟ انت فين السكيلز التاعتك اللي انت هتقدمها للناس دي علشان تقدر تنخرط معهم في المجتمعات انا مش ضد ابدا انك تكون راجل صاحب بيزنس بس ضد اسلوب التسويق الرخيص او النصب على الشباب تحت منطلق انك هتكسب فلوس وهيكون لك دخل ماينفعش ما فيش حد بيطلع السلم مرة واحدة الام ماسك نفسه اتبهدل وقصة حياته معروفة للناس كلها كل المشاهير وكل الاغنياء مابتدوش بالشكل ده مراحوش للشكل ده اوعى تكون علي مظهر وفرق كويس قوي بين الراجل اللي بيتعب وبتدي السلمة خطوة خطوة وبين الراجل اللي هو عبارة عن لبس لكن من جوه هو فاضي خلي بالك في حاجة اسمها مصاريف تشغيل في حاجة اسمها ضرايط في حاجة اسمها خناقات مع الحكومات وقضايا ومشاكل علشان تقدر تعافر وتطلع بالبرند بتاعك دي حاجة معروفة لكل اصحاب البزنس في مصايب كبيرة ورا الستارة انت مش شايفها فما بالك لما موظف واحد يأخد المبلغ ده فصاحب الشركة في الارباح اللي هو اخدها صافية بدون دفع بالراجل الفكرة دي ما تخليهاش تلمع في دماغك علشان الفكرة دي غلط وهتنهي حياتك تماما عايز تبدأ اقفل على نفسك ثلاث شهور اتعلم فيهم مهارة واحدة بس المهارة دي هتخليك برنس وهتقدر تعمل شغل لنفسك بدون اي مشاكل وبعدين ما تنساش اللي بيبدأ بخطوة ويستمر وبيفشل ويستمر وبيقع ويقوم ويستمر وبيقع هو ده الشخص الناجح الحقيقي او عيغورك بانطالون شكل كويس او عيغورك قنابات تشكلها كويسة ومج ستاربوكس ما يزاكش سلام اشتركوا في القناة